شكرا فخامة رئيس على إعطاء حق الكلمة واسمحوا لي في البداية أن أؤكد على أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالمضي قدما لاستكمال ما تقدم في مراحل التكامل الاقتصادي والإقليمي وكما تعلمون سيادتكم أن جائحة كوفيد 19 لا زالت تلقي بزلالها على بيئة الأعمال الدولية والإقليمية وهو الأمر الذي يتعين معه تكثيف التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للتغلب على أثار الجائحة وقد عكس التقرير الذي عرضه السيد وزير الصناعة والتجارة والاستهلاك لدولة مدغشقر العديد من الموضوعات الهمة التي توصل إليها المجلس الوزاري والتي نأمل أن يتم تنفذها وفقا للأطر الزمنية المحددة لها لتسريع وطيرة تعافي الأعمال من تحديات الجائحة فخامة الرئيس أن عقد منتدى استثماري لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الأعضاء يمثل فرصة همة لجذب وتشجيح حركة الاستثمار داخل الإقليم وأطلب من الأمانة العامة ووكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا العمل على ذلك وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه خلال المجلس الوزاري كما أن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي من خلال مبادرة التكامل الصناعي بإقليم الكوميسا والتي قدمتها مصر سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز التكامل الإقليمي بشكل خاص وكذلك التكامل القاري بشكل عام ومصر ترحب بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء لتنفيذ هذه المبادرة والاستفادة منها في إعادة تشكيل سلاسل القيمة الإقليمية واستغلال الموارد المتاحة لدي دول التجمع هذا ويعد قرار المجلس الوزاري لإقامة معرض للتجارة البينية الإقليمية خطوة هامة لتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء وتعمل مصر في الوقت الحالي على دراسة استضافتها للدورة الأولى من هذا المعرض خلال النصف الثاني من عام 22 إيمانا بأهمية تعزيز حركة التجارة البينية بين الدول السيد الرئيس هناك قطاعات تضررت بشدة من هذه الجائحة وعلى الأخص القطاع السياحي والذي تتميز به كل دول الكوميسا بصفة عامة وبالتالي فهذا الأمر يتطلب قيامنا جميعا بوضع خطة على إنعاشه وذلك من خلال إعادة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا ودعوة اللجنة للإنعقاد في أقرب وقت كما أن التعاون في القطاع الصحي يستلزم منها الإسراع بوتيرة التعاون بين وزراء الصحة في كل الدول الأعضاء وبالتالي نأمل أن يتم دعوة لجنة وزراء الصحة للإنعقاد لوضع خطة عملية عاجلة للحد من تأثيرات الجائحة على صحة مواطني الإقليم شكرا فخامة الرئيس